بسم الله الرحمن الرحيم ورد في أكثر من رواية من الفريقين فيها أن الناس يوم القيامة يحجرون حفات عرات وردت هذه في الروايات لكن توجد رواية عندنا أنا أحب أسميها برواية الفواطم أو حديث الفواطم لأنه فيه هذا الحديث متسلسل فيه سبعة من خوات أو بنات المعصومين كلها أو كلهم باسم فاطمة يعني هذا الحديث هو مرتكز على هذا الكلام بني بني بيه أكو فقرة تذكر مسألة حشر الناس حفات عرات لكن شنو بأي صيغة يحب ذلك تسمحني بأنه أقرأ هذه الرواية حديث الفواطن يبدأ هذا الحديث من فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام روت هذا الحديث عن فاطمة بنت الإمام الصادق عليه السلام عن فاطمة بنت الإمام الباقر عليه السلام عن فاطمة بنت الإمام السجاد عليه السلام عن فاطمة بنت الإمام الحسين عليه السلام عن زينب عليه السلام بنت أمير المؤمنين عن أمها فاطمة الزهراء عليه السلام الحديث طويل لكن احنا نقتصر بمحل الشاهد محل الشاهد شو يقول طبعا هو هذا الحديث الطويل فيه سرد لما شاهده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج في الجنة شاهد قصور وهذه القصور لها أبواب وأبواب من ياقود وزبرجد وذهب وفضة وغيرها مكتوب على هذه الأبواب الرواية تروي ماذا مكتوب على هذه الأبواب نحن نأخذ محل الشاهد لأن الرواية طويلة ولا يسعي المجال لذكر كل الرواية محل الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل سأل جبرايل المرافق لرسول الله فقلت حبيبي جبرايل لمن هذا هذه القصور وهذه القصور اللي دخلناها واحدة والأخرى لمن هذا فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد لابن عمك ووصيك علي بن أبي طالب عليه السلام يعني هذه القصور اللي شفتها لأمير المؤمنين عليه السلام يحشر هذا محل الشاهد يحشر الناس كلهم يوم القيامة حفات عرات إلا شيعة علي عليه السلام اللهم صلى على محمد فاش راح يكون الإجابة على السؤال الأخت المشاهدة من أن الناس كلهم يوم القيامة يحشرون حفات عرات إلا شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ماذا هو الجوائد وهنيئا لشيعة أبي رأي المؤمنين هنيئا لشيعة أبي رأي المؤمنين